كابتن محمود حرب مدير المنتخب العلومي كابتن محمود بقولك مبروك وفرحتونا وخلتونا مزاجنا رايق ودايما يا رب ان شاء الله من نجاح لنجاح والف مبروك وتستحق الفوس الله يبارك فيك ربنا يخل لك وانا سعيد ان انا معاك انت حبيبي عارف من جمال لا انا عارف جدا علاقتي بيك عاملة ازاي ودائما بتقابل لنا وانت صدف في اماكن كتير ولكن انت فرحتونا فرحتو كل الناس امبارح الدنيا تهزت في مصر في كل شوارع وربع مصر الف شكرة على هذا المجهود بنقولك احنا كلنا كلنا في داروكو حقيقي فريق نموذج قدمتوا كرة حلوة شكلكو حلو قادرين تكسبوا حتى من غير ما نوصل لرقلات الترجيح جاهزين والحمد لله ما شاء الله انا مسك الخشب وانا بتكلم الخمسة دخلوا حطوا الخمسة مع اختلاف مراكزهم فالدنيا عندكو محسوبة وملموسة واحنا حاسينه وده بان تدرجيا معنا دفع اه سؤالي هو تعبير عن اعجابي ولكن في الاخير دواقع لازم اقوله الحمد لله والله ده تعب فعلا سنتين ونص تقريبا مساءات مجهزة تشكل ومستر مكالي شغال مع اللعيبة في جميع الظروف وجميع المواطن ونمر بيها وحمد لله زي ما بدأنا قلنا حلمين ان احنا نجيب مداليا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انه بقى وريب اوي وانه عام مداليا ان شاء الله عاوزة تطمن بقى على اللعيبة شوفنا بعض الاجهات بعض الكدمات بعض الصدمات طميني زيزو اخبار ويه والله لا اكتب تمام الحمد لله ولسه يعني ان شاء الله بس نسافرين دلوقتي على اليون على اليون او اعرف مع فرنسا يبقى في اليون ان شاء الله بسم الله فهنا نتحرك دلوقتي بالقطر الساعة واحدة ونص فهنا نتحرك ونص اليون وان شاء الله نشوفها الدكتور طب يعني ممدائيا كنت تطميني معلش لا خير خير ان شاء الله انا عارف بس انا برضو يعني انا لسان لسان حلل الشارع المصري ما انا عارف ان شاء الله ان شاء الله ارى يعني هو مطمئن اللي عيب مطمئنه وان شاء الله تبقى خير ويعني يكون معانا المصري جاي ان شاء الله ربنا يسهل بس نتطمن من الدكتور واول ما نوصل اليون كده طب قال في حد تاني احنا بص احنا بحاوله حابين نتطمن احمد ده واحمد احمد عيد برضو عنده شوية اجهات اه نشوفت الاحمد عيد قافل الكرة اللي شارك فيها تقلم ربل الشمال بالضبط بالضبط فرقنا يشهل كده ان شاء الله وان عدل الدنيا مواجهة فرنسا طبعا يعني مواجهة قد تكون مواجهة مش سهلة لان كل المواجهات اكيد ما هي السهلة شايفينها ازاي نظريا خصوصا انه صاحب الارض هذا طبعا لا يغير من نتيجة الامور ولكن في الاخير اجواء بتكون مختلفة الملعب في اليون فانت قريب منطقته فانت بالتالي هتلاقي الملعب ملموم وفيه حجم كبير جدا من الجماهير فطبعا بتفرق كتير جدا في هذا المواجهة خصوصا في هذا الموقف طبعا ما ماتش مهم وماتش صعب انت بتلعب منتخب صاحب الارض لكن اولا هنشتغل سيبا بقول لك اللي عايز حاجة مثلي مش هيدوس الجلال صحيح ولا سين ولا اي حاجة لكن هنشتغل وانقاطل لغاية اخر وقت في المباراة واخروت في البطولة يعني ان شاء الله من اجل ان احنا نحقق حلمنا ماتش صعب اكيد طبعا لكن كل ماشيطة اللي احنا عبناها صعبة فحمد لله ربنا بيكرمنا فان شاء الله ربنا يكرمنا ماشيطة طبعا شايف عندك يعني نظرة كده بعيدة ليه الحالة التحكمية ولا شايف ان فيه انصاف حتى الان على مدار الماتشوات اللي عبناها خصوصا في المحاول لا لا التحكم كويس الحمد لله كل حاجة كويسة ما فيش اي مشاكل يعني الحمد لله وصلتوا الى خلاص لرقلات الجزاء شفت اكيد التعبيرات الوش كانت مختلفة عليكو كلكو لكن لحظة الانفجار خلاص اللي احنا كلنا شاركناها معاكو احكيلي طبعا الحالة دي ردو الافعال عند مكالب الزات لان الرجل ده حسيت مبرح ان اول مرة او اطلبنه هادي اول مرة اشوفه طلع الدور التاني من الفرح لا ما زي ما بقول لحضرتك انت كل خطوة بنعملها بيبعليها فرحة مختلفة دور المجموعات وصعودنا حلمك ان انت تعمل حاجة كاول مجموعة اول مرة تحصل في تاريخ مصر تعديم الربع النهائي عمد لله ودي تقريبا من ستين سنة ما حصلش ان احنا نلعب قبل نهاي ده فضل ده فدي تريق ارقام ارقام مهمة خليبها وبرهام عاجل هدف دلوقتي هدف بصدر تلات قد وقول لك كل الحاجات دي تاريخ انت بكتب الجيل ده بيكتب تاريخ وارقام جديدة بتتحقق فكل ده بيبقى فرحيته مختلفة انت بتحطم رقم اللي قبل منك او بتعمل حاجة ما حصلتش بكده فكل دي دي اشعورها مختلف خالف يعني فأنا اللي بيشارك في القدس بيحس بالموضوع ده يعني لما تعرف ان انت حتى لو جزء صغير ايا كده معنا اي حد شارك مع المتخب المشجع احساسه مختلف مش اللعب بس اللي جاي في الماتش واللي معاك في الماتش احساسه مختلف والناس في الشوارع بتتفرج على الماتشات كل ده خلدك بيوصل لعيبة وصل لهم شعور مختلف جدا اكيد وصل لهم واحنا كم بنوصل لهم بنأكد لك كله لا بدأ في دهارك وكل مصر الحبيب والوطن العربي يكلم لك لو تبعت الشاشات هتلاقي كل الناس في دهارك اخر سؤال دور مهم جدا لنجمي منتخبنا على الوطن الكبار احمد سيد زيزو وان انت اقرب واحد انا مش جنبك فانت بتشوفه بتلمس الروح بين الشوطين قبل المباراة بعد المباراة الحالة بيتكلمه بقوله ايه محتاج اسمع اضافة اضافة كبيرة جدا للمنتخب الولمبي طبعا وهو كلامه من ساعة مجوم يا جماعة بحلمك اللي اللعيبة يعني ده حلمك واحنا جايين نكامل معكم القلم ده واحنا يعني وانا بقولك صراحتك انهم عنا بقى انهم من سنتين شغالين معنا انتماجهم مع الفرق طريقة اللعب برا الملعب هو الملعب روحهم القتلية كابت النيني كقائد فيعني كل ده كله بصراحة انا مش عاوز ادخل في تفاصيل اكتر من كده غير اقولك توصل بالسلامة ان شاء الله وان شاء الله ترجعوننا بالسلامة بميداليا دهب طموحنا كبير او مالنا كبير انتم قدها مش اقولك بقى منتخب فرنسا اسهل ولا الارجنتين انتم قد اي حد كردكو حلوة شكرا لكم الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الحضراتك بتشكرنا دعاموك